ترجمة نانسي قنقر خطط استراتيجية مختلفة وضعت خصيصا للارتقاء بالغطاء الزراعي في مختلف المجالات فتطورت الزراعة منذ الخمسينيات وازدادت مساحة الرقعة الزراعية ويرجع الفضل في ذلك إلى جهود العديد من رجالات البحرين على رأسهم حاكم البحرين آنذاك صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حيث احتلت الزراعة في عهد سموه مكانة متميزة فدأبت البحرين على تنظيم المعارض الزراعية كل عامين للمزارعين والتجار وكان حكم البحرين يقوم بافتتاح المعرض وتوزيع الجوائز على الفائزين طبعا المعارض الزراعية المرهمة كانت بأيدة عن مملكة البحرين من الخمسينيات والحكومة الرشيدة كانت تقيم المعارض الزراعي الصناعي وكان مناسبة كبيرة ومهمة في البلد ومن ذاك الآن إلى اليوم تطورت المعارض الزراعية إلى أن وصلت إلى مرحلة المسابقة السنوية اللي أسس لها نادي البحرين للحدائق من عام 1967 كان المعارض الأول المسابقة الأولى للهوا ومن ذاك الآن إلى 2003 احني بدأت اطرحت صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي فكرة إنشاء معرض تجاري تعليمي اللي هو اليوم يعرف باسم معرض البحرين الدولي للحدائق سنوات طويلة وحكومة البحرين تولي القطاع الزراعي اهتماما كبيرا ففي عهد الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين آنذاك زاد الاهتمام بإقامة وتنظيم المعارض الزراعية لا سيما بعد تأسيس نادي البحرين للحدائق ومع دخولنا الألفية الثالثة انطلقت فكرة تحويل معرض الزهور والخضروات إلى معرض محلي ومن ثم إلى معرض دولي برعاية من لدن صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرنة عهل البلاد المفدة حفظها الله ورعاها ليخرج لنا وبشكل سنوي بشعار جديد له ارتباط وثيق بالقطاع الزراعي المبادرة الوطنية التي أستتها صاحبة السمو الأمير سبيكة بن تبراهيم هاي دعم هاي المعرض انه صار مسؤول عن هاي المعرض والاهتمام بنواحي مختلفة وخصوصا بعد انه كل سنة فيه شعار معين حق المعرض هذا الشعار يدعم قطاع كبير اتذكر في واحدة من انه السنين كان عن الورد المحمدي هاي جزء من تاريخ البحرين فش كثر صار اهتمام بالورد المحمدي واهتمام الناس بالزراعته والمنتجات القائمة على الورد المحمدي فهذا يبين انه المعرض اللي يصير كل سنة لتأثير ايجابي على الزراعة وعلى الحدائق وعلى البسنة ككل منذ ذلك التاريخ ومعرض البحرين الدولي للحدائق يستغطب عددا كبيرا من العارضين والزوار حيث يقدم لهم المعرفة والتوعية والمتعة الزراعية في آن واحد مساهما في احداث تغيير نوعيا في المستوى الثقافي باهمية الزراعة في كل موسم ينطلق لنا معرض البحرين الدولي للحدائق بفكرة جديدة ليتم التركيز عليها للارتقاء بالقطاع الزراعي في المملكة خولة لغرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قن��서 ترجمة نانسي قنقر